ستلوا يعني جماع ما قلناه انه هناك صعودا مصريا ملحوظا واضحا ومحترم هل هذا الصعود يقلق اطراف اخرى دولية لا شك طبعا لا شك لا شك اولا اطراف في المنطقة واولهم تركيا تركيا عندها مشكلة كبيرة جدا بين مصر والسعودية انا كنت منحة اسكري في تركيا 3 سنين فاعرف عشت بقى تركيا 3 سنين بقى كل بشرة بشايف وشفت بداية التحول للمنجم الدين اربكان اول اسلامي يعني حزب الرفاع ويتولى الوزارة وبدأت تتشير العلمانية تدقة تركيا تركيا النهاردة مشكلتها في المنطقة انها زي ما اقولك مرة بتعاوزها تاخد 3 قبعات قبعة الاولى عايزة تخش اتحاد اوروبي وده اعتقد بعد مستحيل اترفت تماما دلوقتي فاصبعا ده السيطرة على المنطقة الشرق الشرق فمين النهاردة اقوى دول فيها النهاردة هي مصر فبالتالي كل الهجوم بتاعها الناس لك هو وقفين ضدنا بيقاعدين بيستوعبوا كل القنوات اللي بتحاجين مصر اللي عندها كل اللي بيطلعوا بيهاجروا برا بيحتضنهم عنده كلهم عارضين لانه هو عايز مصر تقع تيه الحاجة التالتة هو كان عنده حلم الامراطي العثمانية والخلافة الدينية استضم بمين بالخلافة الدينية استضم برحامي الحرامين مكة والمدينة والازهر انت شفت لما الامراطي جاءت عاملة الحوار الديني من الذي يمثل الاسلام على مستوى العالم قدام البابا شيخ الازهر لان انت عندك الازهر قيمة كبيرة جدا فالنهاردة تركية مش قادرة حتى دينيا خلاص كان زمان بقى يعمل سلطان العثماني حاولي عمله جامعة حاولي عمله جامعة وكلام ده كله انما ما زال الازهر هو الذي يسيطر وله تشوف في المشيقين يعني مصر عقب امام تحقيق امال وضموحات العثمانيين فحتلاقي كل الهجوم التركي علينا في الفترة اللي جاءتا الحاجة التانية طبعا قطر مسلط الشر هو في المنطقة وقطر قطر يعني كل واحد يدرس طب الناس بتعمل كده ليه انما في غضادة كبيرة جدا في الاربع كنوات بتاعت الجزيرة النهاردة اللي اربعة وعشرين ساعة بتهاجم على مصر في المحافل الدولية فيه 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 هم اللي متولين هذا الكلام فانت حتلاقي طبعا هذا الصعود اللي حيتم ان شاء الله اربعة وعشرين وخمسة وعشرين في شرم الشيخ حيقابل من هذه القوة اللي مش عايزة مصر توقف عن رجليها مرة تانية وتكون قوة مؤسرة اقليمية وعالمية